أكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الإبداع والتفوق سمة يتميز بها أبناء البحرين وبها تحققت وتتحقق العديد من الإنجازات على كل صعيد مشيرا إلى أهمية تنفيذ الخطط والبرامج القائمة على الأفكار الإبداعية لتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية ومواصلة تعزيز التنافسية وخلق الفرص الواعدة في مختلف المجالات بما يرفع من مستويات الإنجاز في العمل الحكومي تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين وقال سموه إن شغف التعلم والتطور والابتكار لدى الكوادر الوطنية شهدناه طوال مسيرة العمل الوطني ما أسهم في تحقيق المنجزات في مختلف القطاعات الحيوية كما أن الفرص التطويرية التي أثمرت نتاج مواجهة التحديات كانت دافعا نحو المزيد من التمييز الذي حققه أبناء الوطن مؤكدا استمرار الاستثمار في الطاقات الحكومية وتشجيعها عبر مواصلة دعم مختلف آليات التطوير ومنها مسابقة الابتكار الحكومي فكرة التي أثبتت مخرجاتها في السنوات السابقة أن الإبداع والابتكار لا حد لهما عندما يقترنان بحب التحدي وعشق الإنجاز جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضابية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين أصحاب الأفكار الاثنتين عشرة المتأهلة في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة حيث هنأهم بالوصول للمرحلة النهائية من المسابقة منوها بما قدموه من أفكار إبداعية واجتيازهم كافة مراحل التقييم بتميز متمنيا لهم التوفيق والنجاح لمواصلة تحقيق الإنجازات في مسيرتهم المهنية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين وتفضل سموه بتكريم أصحاب الأفكار الفائزة معربا عن التطلع لمواصلة مسيرة التطوير من خلال تنفيذ الأفكار الفائزة بما يصب في تعزيز المبادرات الإبداعية الابتكارية ضمن مسارات العمل الحكومي لرفع كفاءة أدائه من جانبهم أعرب الفائزون في مسابقة فكرة عن شكرهم وتقديرهم لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام بدعم الطاقات الحكومية ومواصلة تعزيز الإبداع والابتكار مؤكدين اعتزازهم بالفوز في المسابقة التي أطلقها سموه وتطلعهم لتنفيذ الأفكار بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة الجدير بالذكر أن الأفكار المتأهلة مرت بمراحل تقييم مختلفة لتصل 12 فكرة منها إلى المرحلة النهائية وبعد عرض الأفكار على لجنة مكونة من عدد من أصحاب السعادة الوزراء إلى جانب تصويت الجمهور فازت كل من فكرة تطبيق هوية المقدمة من محمد عبد الرحيم الأنصاري وسيد أحمد حميد أحمد من مستشفى الملك حمد الجامعي وفكرة جرين باي جري المقدمة من حمد إبراهيم بدو من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إضافة إلى الفكرة الفائزة باختيار الجمهور وهي فكرة المنصة الوطنية للاتصال المرئي للصم نسمعك المقدمة من مهند سليمان النعيمي من وزارة الإعلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر